السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج رائع جدا في تصميم الوضعات البرامج اللي انت عايزها زي ما نساعد مجرد راجع انتجروب وبعد كده تتحدد انت عايز بسهم السبعي ويبقى التطبيق جاهز بالاستخدام ينظير ملكة الأكوات كتير وحاجاتك كلها تقدر تحط قاعدة البيانات زي ما نساعد مجرد راجع انتجروب بواجهة سهلة في الاستخدام سوف تحدد قاعدة البيانات اللي انت عايزت تتعامل معها تبقى التطبيق تبقى التطبيق سهلة هو يبدأ انه يحول لك الواجهة بالشكل الديمين دوت ده كل ده من خلال الاي اي دزاين او فكال اسماعي اقدر ان هو ساعدك كده في التصميم وتعمل حاجة احترافية بشكل سهل جدا وبسيط شوف انت عايز صمم ايه عايز صمم مود سايت عايز لاندين جبيج عايز موبايل ابليكيشن عايز حاجة للايفون عايز صمم موقع قاعد بيانات طيق ممكن مثلا عايزين مثلا موبايل ابليكيشن بيبدأ اي ويديك ممكن تختار مثلا تنبيلات زي كده ده خاص به البانشينج ويحلل لك البيانات عايز تخدم تنبيلات دوت او ممكن نختار مثلا من حاجة زي كده ده الصفحات الرئيسية تظهر من تتنشي صفحات تانية تظهر تسحب تنبيلات معين الحاجة مثلا خاصة بالكارد حاجة خاصة بالكونتينت ممكن الكل متحكم قاعد تنبيلات مم goose ولو عملت سريكت هنا يدع لك مثل ان انت لما تدس على ديه هتدخل تفتح الشاشة ديهات لما تدس على ديه هتدخل الصفحة ديه حيث ان كل ما تدس على زرار بيفتح لك صفحة دانية او بيفتح لك موقع عن نت او بيفتح لك هنا الماتس الخريطة في حيث ان انت تسوف المكان موجود فين لما نجي نعمل سريكت على دوت ولكن زرار ده هتفتح لك صفحة دانية وهكذا بيبدأ يوصل لك بين اللينكات مع بعض ولو جيت هنا هتلاقي ده هنا زين ده هنا انتر اكت التواصلات ممكن اقول له وريني كل التواصلات بالشكل دوت ولو وقفت على اي زرار زي كده هتلاقي الاعمال ديت هتظهر ان انت تدوس وتقول له مثلا لو حد دس على زرار ده هتفتح لي الشاشة ديه ممكن مثلا تخليها كده مثلا تبدأ تعمل التواصلات اللي انت عايزها حيث ان الايقونة دي لما حد يوصل عليها تفتح لي الشاشة التانية وزي ما تشايف هنا بتضغط ديش تنبيلت معين او اشكال معينة او تيكس او صور او ايقون او بوتن او فورب او هدك سهل عليه بقى بالذكال اللي استماعي او بقى اللي لسه او بقى اللي لسه او بقى اللي لسه طيب وفي الميزة جميلة ان انت تقدر تضيف تيم ناس اللي المشروع بتاعه حيث ان انت تستغلوا بها بعض اللي فيه اكتر يموحي فالتطبيق كويس جدا سهل جدا في الاستمتعام اتمنى تكتب لنا رقص بتاع الكومنتات واتمنى تعملوا شير ولايك لانتنى اشتركوا في القناة